من الميادين السلام عليكم وإلى العنوي الدفاعات الجوية سوريا تتصدى لعدوان إسرائيلي سادف موقع عسكريا في ريف دمشق عبر الأجواء اللبنانية هدوء حذر في القصرين بعد تساعد دائرة الاحتجاجات الليلية إلى العاصمة تونس داعش يولي نوم مسؤولية عن الهجوم الانتحاري على مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية ترابلوس مع تساعد الاحتجاجات في السودان الحزب الحاكم يكشف عن طلب خارجي لقطع علاقات الخرطوم مع قطر وتركيا وإيران لوقف الاحتجاجات أهلا بكم تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ أطلقتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي من فوق الأراضي اللبنانية بحسب ما أعلنه مصدر عسكري سوري المصدر أعلن أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ قبل الوصول إلى أهدافها قرب العاصمة دمشق وقال إن الأضرار اقتصرت على مخزن ذخيرة وإصابة ثلاثة جنود بجروح مصادر لبنانية كشفت للميادين أن الاعتداء الإسرائيلي نفذته ثلاثة طائرات إسرائيلية قصفت نقطة عسكرية قرب ريف دمشق المصادر أشارت إلى أن الطائرات خرقت السيادة اللبنانية من الجهة الجنوبية للبحر باتجاه البقاع الأوسط قبل أن تعود في المسار نفسه إلى عمق البحر على علو منخفض وهي ترمي بالونات حرارية قال النائب في البرلمان الروسي ألكسي بوشكوف إن إمدادات أنظمة S-300 الروسية زادت بشكل كبير من قدرة الجيش السوري على صد الضربات الصاروخية جاء ذلك في تغريدة كتبها بوشكوف في حسابه على تويتر بعد العدوان الإسرائيلي مساء أمس على سوريا أكدت مصادر ميدنية للميادين عودة مركز التنسيق الروسي مع وحدة من الجيش السوري إلى مواقع في بلدة العريمة بريف منبج الغربي بعد نحو عام من انسحابهم مع سيطرة الجيش التركي على عفرين وأفق المصادر فإن العودة تمهيد لاتفاق يخص مناطق التماس بين قصد والجيش السوري والأتراك في ريف منبج الغربي في أنقرة قال وزير الدفاع التركي خلوسي أكار أن الأمور تسير وفقا للزمن المحدد بشأن عملية شرق الفرات العسكرية التركية وكان وزير الخارجية التركي مولود جويش أوغلو قد أعلن أن أنقرة وواشنطن اتفقت على استكمال خارطة طريق منبج السورية ملاك خالد التنسيق التركي الأمريكي في أوجه بما يخص شمال سوريا قرر سحب القوات الأمريكية من تلك المنطقة ذات الغالبية الكردية عدته أنقرة ضوءا أخضر لإطلاق يدها في المنطقة وهو ما يجسده كلام وزير خارجياتها مولود جويش أوغلو الذي أكد اتفاق العاصمتين على استكمال خارطة طريق منبج تزامنا مع الانسحاب الأمريكي كلام جويش أوغلو لصحيفات حريات كرره في اجتماع لتقييم السياسات الخارجية التركية أوضح خلاله أن التركيا شددت لواشنطن على ضرورة أن لا يخدم انسحاب قواتها أجندة وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها أنقرة إرهابية قريبا يصل وفد عسكري أمريكي إلى تركيا لتنسيق العمل الميداني معا بناء على المحادثة الأخيرة بين رئيسنا رجب طيب أردوغان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب كذلك نحن ننصق مع روسيا بشأن عمليات شرق الفرات ولن نستهدف كرد سوريا غير المطورتين في الإرهاب موسكو أعلنت ثقتها بمصدقية كلام أنقرة عن وحدة أراضي سوريا مع الأخذي بعين الاعتبار حساسية المسألات الكردية في الفسيفساء السياسية السورية وفقا لمندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة في جينيف جنادي جاتيلوف جاتيلوف قال في تصريح صحفي إن بلاده تتفاهم النشاط التركي في شمال سوريا طالما هو مؤقت وهدفه مواجهة خطر الإرهاب الذي يهدد أمن تركيا وفيما دفعت فصائل سورية مسلحة موالية لتركيا بتعزيزات لها إلى محيط منبج تساوقا مع تعزيز الجيش التركي قواته هناك يقول كثر إن القوات الكردية يمكنها تجنب تكرار سيناريو تهجير الكرد من هناك كما حدث في عفرين عبر تسليمها مواقعها في الشمال للجيش السوري بمعزل عن وقاية كلام الرئيس الأمريكي دون ترامب بشأن تسليم سوريا لتركيا فأن ذلك يعد مؤشرا قويا على تقارب أمريكي تركي جديد حيث يسعى طرفان إلى ترجمته في سوريا توجه أطلسي يبدل شكل حضوره في الحرب السورية محمد محسن معيدا توزيع الأدوار بين القوى الفاعلة في الحرب السورية ضمن الفلك الأمريكي يبدو رئيس دونالد ترامب في كلامه عن قبول السعودية تمويل إعادة الإعمار في سوريا وعن تسليم سوريا لتركيا بديهيات الوقائع الميدانية في سوريا تقول إن كلام ترامب لنظيره التركي ليس واقعيا إلا إذا كان مقصده أن تملأ تركيا فراغا سحاب القوات الأمريكية من سوريا وهو ما يحتاج بدوره إلى تدقيق هنا تبدو نقطة ارتكاز التقارب الأمريكي التركي الجديد كحصيلة لتسوية مسائل خلافية بين الطرفين في الفترة السابقة مثل الإفراج عن القص الأمريكي برونسون يصعب أن تخفي واشنطن قلقها من التنسيق الروسي التركي في سوريا حتى وإن شابته بعض التباينات فهي تبقى صغيرة مقارنة باقتراب أنقرة من الحصول على أنظمة صواريخ S-400 الروسية ما دفع واشنطن على الأرجح إلى بيع تركيا منظومة صواريخ باتريوت في سياق يفهم منه استيعاب الحليف الأطلسي قبل المضي أكثر في علاقات استراتيجية مع موسكو حركة الوفود العسكرية بين واشنطن وأنقرة لتنسيق الانسحاب الأمريكي تؤشر إلى توجه لملء تركيا الفراغ الأمريكية المباشرة في سوريا تتوجه أنقرة إلى تمثيل المصالح الأطلسية ضمنا للمصالح التركية فقط التشكيك الروسي والإيراني بقرار ترامب صحب قواته من سوريا يستبطن تشكيكا بمرحلة ما بعد هذا الانسحاب إن تم لا تبدو الأمور متجهة إلى أزمة عسكرية بين موسكو وطهران وبين أنقرة في سوريا فمؤتمرات سوتي وأستنى أثبتت نجاعة التنسيق الإقليمي لتفكيك الأزمة السورية يحصل ذلك في وقت تحاول فيه قوات سوريا الديمقراطية اللعب على التباين الأمريكي الأوروبي في مسائل عديدة عبر الطلب من فرنسا مثلا تفعيل دورها وهو ما يبدو متأخرا في مضمار صباق الأقوياء في الحرب السورية في العراق تبنى تنظيم داعش انفجار السيارة المفخخة التي استادفت مدينة زلعفر في نينوى واستشهد شخصان وصيب 11 بانفجار سيارة مفخخة من نوع بيكاف أمام مقهى في منطقة رأس الجادة شمال غرب الموصل سيارة دير بيكام دير بيكام وقف يمل مطعم يمل مطعم وقف يمل مطعم وما حد يدري شون فجار سيارة شهدت العاصمة تونسية تدورات احتجاجية رفضا للوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة العشرات جابوا شارع الحبيب بورغيبة وسط العاصمة ورددوا شعارات تطالب بسقاط النظام واخرى رافضة للتهميشة ومن الشعارات التي رددها المتظاهرون أن الشارع مي في الشعر وفي القصرين عاد الهدوء بعد احتجاجات نيلية تخللها اشعال اطارات واغلاق طرق استقدمت القوات الامنية تعزيزات عسكرية حيث شهدت المدينة عمليات كر وفر بين المحتجين وقوات الامن التي اطلقت الغاز المسير للدموع كما تسعت رقعة التظاهرات لتشمل مدنة المكناسي وصفاقس والكاف وغفصة مدينة القصرين مرة أخرى إلى واجهة الأحداث وكالعادة يقف الفقر وسوء الأحوال المعيشية وراء المآسي الإنسانية في هذه المنطقة الشبه المنسية في شرق تونس عائلة الشاب عبد الرزاق الزرقي تروي بمرارة قصة قرار ابنها الدراما النار في نفسه عبد الرزاق الذي لطالما نقل بعدسته مآسي أبناء مدينته قرر هذه المرة أن يشحذ هممهم للثورة على واقعهم كما قال كلمات وجدت صداها لدى مئات الشبان الذين خرجوا في تظاهرات إثر الحادثة القصرين على صفيح ساخن وباتت التهدئة رهن تنفيذ السلطة لوعود سئم أهالي المحافظة سماعها ألمين العام للاتحاد العام تونسي للشغل نور الدين طبوبي أعلن تمسك بالإضراب العام المقرر في السابع عشر من كنون الثاني يناير المقبل وفي تصريح لصحيفة الشارع المغاربي أكد طبوبي أن الإضراب لن يكون كسابقه بل سيكون يوما مفصليا في تاريخ البلاد واستغرب تحذيرات من الفوضى والإرهاب داعيا إلى إبعاد قوى الأمن والجيش عن التجاذبات السياسية تبنى تنظيم داعش الهجوم الانتحاري الذي استدف مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية رابلس حيث قضى خمسة أشخاص وعصب عشرة آخرون ذكر تنظيم داعش في بيان أن ثلاثة قماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنوا من اقتحام مقر وزارة الخارجية الليبية وسط تاريخ مشيرا إلى أن المهاجمين بسطوا سيطرتهم على المبنى لساعات عدة ثم أحرقوه بالكامل أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق الليبية أن ليبيا ستنشئ الإدارة العامة للأجهزة الأمنية لتنسيق بينها على خلفية هجوم تبنى داعش على وزارة الخارجية في تاريخ الوزير الليبي قال أن بعض الجهات العسكرية التي كان عليها أن تتحرك لتحقيق الخطة الأمنية لم تقم بذلك تأكيد أن هناك ضعف أمني وخل الأمني يحتاج إلى أن تشكل له لجان لدرسته وكذلك لوضع خطط أمنية حتى نستطيع التغلب على هذا القصور الأمني الموجود الآن فاصل ونواصل أهلا بكم من جديد في السودان أطلقت قوات الأمن الغازة المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في وسط العاصمة الخرطوم ووقعت مناوشات بين متظاهرين ورجال الشرطة على بعض أمتار من القصر الرئاسي وبجوار مجد الخرطوم الكبير الشرطة أطلقت القنابل المسيلة للدموع داخل أكبر مبنى تجاري في وسط العاصمة جاء ذلك على إثر توجه تظاهرة لنقابة مهانية نحو القصر الجمهوري بتسليم الرئاسة مذكرة تطالب باستقالة فورية للرئيس عمار بشير الرئيس السوداني عمار حسن البشير قال أن بعض الخوانة والعملاء والمرتزقة والمندسين استغلوا الضائقة المعيشية في البلاد للتخريب خدمة لأعداء السودان على حد تعبيره خلال افتتاح مشاريع تنموية وخدمية في ولاية الجزيرة نفى البشير الأخبار التي تحدثت عن القبض عليه وسجنه متواعدا من يقف وراءها بملاحقتهم وهذا الحماس اللي حقيقة فيه رد رد واضح جدا لأن الناس ينمع التعمير والناس مع البناء والناس مع التنمية الناس ضد التخريب الجماعة اللي يخرب المؤسسات والبيحرق المنشعات ده الجنس عشرون ده الخوانة ده العمل ده المرتزة ماتت دون فرقة إلى ذلك كشف حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن دولة عرضت على بلاد معالجة الأوضاع في السودان مقابل قطع العلاقات مع قطر وتركيا وإيران والإخوان المسلمين صحيفة السودان اليوم نقلت عن نائب رئيس القطاع السياسي في الحزب محمد مصطفى الضو قوله إن هناك دولة عرضت تقديم مساعدات تتمثل بالوقود والدقيق للخروج من الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد منظمة العفوة الدولية أعلنت أن سبعة وثلاثين متظاهرا قتلوا برصاص قوات الأمن السودانية خلال خمسة أيام من الاحتجاجات على غلاء المعيشة بيان للمنظمة دع السلطات السودانية إلى الحد من استخدام القوات المميتة وتجنب إراقة المزيد من الدماء واصفا استخدام القوات ضد المتظاهرين بالمقلقي جدا الاستياع الشعبي في السودان يعكس واقعا عربيا عاما فالوضع لا يختلف من دولة إلى أخرى إنه الواقع الردي نفسه للأنظمة العربية على اختلاف أزمات كل دولة هبط الله بيطار كيفما ول المرء وجهه في العالم العربي فسيقابل الخيبة والإحباط والتعب الدول العربية من المحيط إلى الخليج تنام على واقع سيء وتصح على واقع أسوأ لكل بلد مشكلته ولكل نظام أزماته فضلا عن تقطع أوصال ما كان يعرف يوما بالأمة العربية عشرات السنين مرت ولم تستطع أي دولة أن تقدم نموذجا ناجحا على جميع المستويات الوضع الاقتصادي في معظم الدول العربية مترد إلى درجة تدفع شبان العربي لحرق أنفسهم أو للمقامرة بحياتهم على قوارب الموت أملا في الوصول إلى ضفة الحياة الكريمة أما الدول التي تتفوق اقتصاديا على غيرها وتؤمن بالفعل مستوى معيشيا جيدا لمواطنيها فباتت مسلوبة القرار والسيادة ولا تجد حرجا في دفع مليارات الدولارات للولايات المتحدة لحماية أنظمتها هذه الأنظمة التي لن تصمد في السلطة أسبوعين من دون الدعم الأمريكي والكلام لدونالد ترامب عن قمع الحريات حدث ولا حرج الدول العربية في قعر قوائم حرية الصحافة والتعبير لا عجب فالصحفي عندما يكتب ما لا يروق لنظام بلاده يدخل القنصلية حيا ويخرج منها مقطعا بالمنشار حتى في حماية القضية العربية الأولى فشلت معظم الدول العربية فبدل مواجهة إسرائيل والدفاع عن القضية الفلسطينية واحتضان المقاومة ودعمها تستقبل عواصم عربية الإسرائيليين مسؤولين ورياضيين وتنظيف التطبيع العلني والسري وتحرض على المقاومة وتحاربها متى سيتحرك الحكام العرب لإنقاذ ما يمكن إنقاذه والنهوض بدولهم لا أحد يعلم لكن عليهم أن يسمعوا جيدا صوت شعبهم وهو يصرخ حسبي بأني غاضب والنار أولها غضب يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياو المصادقة على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية وإسائل الأعلام الإسرائيلية قالت أن الوحدة الجديدة تتركز في ست مستوطنات في الضفة مشيرا إلى أن الخطوة تأتي على خلفية العمليات الأخيرة في الضفة الغربية والانتخابات المبكرة التي ستجرى مطلع نيسان إبريل المقبل دخلت المعلمة الفلسطينية من قطاع غزة رانا زياد قائمة أفضل 50 معلما في العالم بعد ابتكارها تطبيقا تعليميا للطلاب زياد تطمح للوصول إلى لقب أفضل معلم في العالم أحمد غان بخطة واثقة تمضي نحو تحقيق حلمها المنتظر المعلمة رانا زياد نجحت في ابتكار تطبيق تدريسي نوعي في تعليم الرياضيات لطلاب الثانوية يدعى أسلوب الرحلات المعرفية الأسلوب مكنت طلبة من الإبحار عبر موقع إلكتروني صممته رانا خصيصا ويحوي مواد ودروس إثرائية إلكترونية في تجاوز للنمط التقليدي للتعليم وهو ما أهلها لتصبح واحدة من بين أفضل 50 معلما في العالم رحلة المعرفية هي استراتيجية تربوية ولكن نادر ما تستخدم بالرياضيات لأنه المتعرفة عليه أنه هي تكنولوجيا بحثة الجديد اللي قدمت رانا أنه وظفته بالرياضيات طبعا صعب جدا أن معلم الرياضيات يتعامل مع الكمبيوتر أو أي برنامج رياضي بسبب صعوبة اطباعة أنا ما بطلب من الطالبة تبحر عبر الإنترنت لا أنا بوفر لها جميع المواقع الآمنة يلا بكون أنا أصلا طلعت عليها بوظف المهارات الحديثة اللي بتنمي أصلا التفكير تطبيق رانا الذي عمم على مدارس الضفة وغزة يتيح للطلبة التعامل مع مسائل الرياضيات المعقدة بسهولة بالغة عبر برامج خاصة استطاعت إدخالها إلى نظام التعليم وحققت نتائج ملموسة نتيجة شغف الجيل الحالي بالتكنولوجيا كانت عندنا الرياضيات حاجة صعبة جدا يعني أنك تحل معدلتين وثلاثة بفضل المعلمة رانا زيادة دخلنا التكنولوجيا في الرياضيات وصار الأمر سهل بالنسبة لنا بيدفع الملل عن الطالبات بيخليهم يطبقوا الرياضيات بشكل عملية وبيعمل على أثر إيجابي كبير رانا التي تخوض المنافسة ضمن تصفيات مؤسسة فارك العالمية لاختيار أفضل معلم في العالم حازت على لقب أفضل معلم في فلسطين العام الماضي فضلا عن نجاحها كأول معلمة تنشر بحثا محكما عن التمكين الرقمي في الرياضيات بالتعاون مع ماليزيا تطوير أساليب التعليم باستخدام التكنولوجيا نجاح تأمل المعلمة الواعدة رانا البناء عليه واستثماره ليحقق نفعا أكبر للأجيال المتلاحقة ويؤهلها للمنافسة على لقب أفضل معلم في العالم أحمد غنم غزة الميادين في اليمن أعلن المتحدث باسم القوات المصلحة العميد يحيى ساريا تسجيل 31 خرقا لقوات التحالف السعودي في الحديدة سريع أكد رصد تحرك سبع مدرعات التحالف إلى منطقة المنصة وتحركات آلية شرق مدينة الشعب فضلا عن بناء تحسيطات في محيط المدينة سريع قال أن القوات المسلحة لا تزال تتعامل بمسؤولية التزاما باتفاق وقف إطلاق هذا ونفذ الجيش اليمني والجان الشعبي عملية اقتحام الليلية لموقع الظهر في الأجاشر شمالية محافظة الجوف الحدودية مع السعودية وأتظر مشاهد وزاع الأعلام الحربي اليمني سيطرة مقاتلي الجيش واللجان على مواقع جديدة في المنطقة أحرق نقاط السعودية واعتدة عسكرية متنوعة شدد رئيس هاية الأركان العام للقوات المسلحة الإيرانية لواء حسين باقري على ضرورة تعزيز التعاون طويل الأمد بين إيران وروسيا في كل المجالات خلال استقبال نائب رئيس هيئة الأركان المسلحة الروسية في طهران أكد باقري ضرورة تعزيز التحالم بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية لمواجهة الإرهاب قدم الرئيس الإيراني إلى مجلس الشورى ميزانية العام الفارسي الجديد الذي يبدأ في نهاية شهر أذار مارس المقبل وأشار روحاني لأن الميزانية تتناسب مع العقوبات الأمريكية لكن خفضها للميزانية الدفاعية سيشكل جدلا خلال الأيام المقبلة ملحم رأيها كل بنود الميزانية كتبت بما يتناسب مع الواقع الذي فرضته الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي قبل عدة أشهر يبرز تحدي الحكومة الإيرانية للعقوبات ليس من خلال التصريحات فقط بل يتجلى أيضا في الإجراءات العملية والتدابير المتخذة ضمن خطة شاملة ستؤدي إلى إفشال العقوبات كما يتحدث الرئيس روحاني بكل ثقة الهدف الرئيسي لأمريكا من المؤامرات والعقوبات هو الضغط على الشعب مباشرة لكن هذه العقوبات ستفشل في النهاية وقد نظمنا ميزانية العام المقبل بالتناسب مع العقوبات يحاول روحاني تعزيز القطاع الخاص كخطوة إضافية إلى خطوات مواجهة العقوبات والالتفاف عليها كما يحاول تخفيض الاعتماد على الإرادات النفطية ومشتقات النفط في الميزانية وزيادة عشرين بالمئة على رواتب الموظفين لكن هذا كله لن يبعد الانتقادات عن الحكومة التي يبدو أنها ستكون قاسية بعد خفض الميزانية الدفاعية على نحو كبير لا يمكن أن تمر الميزانية من دون انتقادات إذ يجب خفض الاعتماد على النفط أكثر كما أن زيادة رواتب الموظفين ستزيد الدرائب وهناك نقطة أخرى تتعلق بجدلية أخرى فيما يخص الميزانية الدفاعية المخفضة يعكف البرلمان إذن خلال الأيام والأسبوع المقبلة على دراسة ميزانية الحكومة لكن يبدو أنها لن تمر بسهولة من دون تعديلات ولسيما في بنودها الحساسة تحاول الحكومة جاهدة مواجهة العقوبات الاقتصادية وتخفيض النفقات وهي خطوة مهمة برأي البعض لكن ينبغي أن لا تكون على حساب قطاعات لا يمكن إخفالها في زمن التهديدات العسكرية يقول آخرون من الحمرية طهران الميادين إلى العنوين مجتدا الدفاعات الجوية السورية تتصادى لعدوان إسرائيلي سدف موقعا عسكريا في ريف دمشق عبر الأجواء اللبنانية حدوان حذر في القصرين بعد تساعد دائرة الاحتجاجات الليلية إلى العاصمة تونس داعش يعلن مسوليات عن الهجوم الانتحاري على مقر وزارة الخارجية في العاصمة الليبية تارابلوس مع تصاعد الاحتجاجات في السودان الحزب الحاكم يكشف عن طلب خارجي لقطع علاقات الخرطوم مع قطر وتركيا وإيران لوقف الاحتجاجات للمزيد من الأخبار والتقارير زور موقع الميادين على الانترنت الميادين دوت نت ولمتابعين بلغة الإسبانية اسبانون دوت الميادين دوت نت إلى اللقاء اشتركوا في القناة